بص اه. شايفين حكتة دي? في طريقتين للترجر استوك. في طريقة اسمها البر. وطريقة اسمها لايه? القست. القست مثل ده هي هتلاقيها تحت. طريقة البار فاليو. بعمل ايه في البر فاليو? اهو. انا عايز اشيري الاسم اعيد شراقها تاني. فهدخل الترجر استوك. شايفوا? لاحظ هنا حاجتين. فرق بين الكاش وفرق بين الترجر استوك. الترجر استوك لما جيت اشتريته اشتريته بالبار فاليو. بس لما جيت أدفع دفعت خمس تلاف دولار يعني أنا ترجير ستوك لما جاي تسجل عندي دخل بالإيه بالبار فاليو بس لما جيت أدفع الكاش دفعت خمس تلاف الفرق ما بينهم لازم طبعا الدبت يساوي الكريدت بسجله إيه لازم أقفل حساب واقفل بس خلي بالك يعني هنا اللي أنا كنت كاسبهم على لما بعت يعني هنا بص قالك البار فاليو بوان دولار تمام انكابتال خمسة عشان يعني انت بتكسب برضو في وان دولار فلازم تقفل بتاعه عشان كده إما ييجي هنا في الكتاب اقرأ كده حطه قدامك الكتاب تلاقيه بيقول لك إيه بار فاليو ميسود ها اقرأ كده اهو بيتحط بالبار فاليو اللي هو الوان دولار بس الديبت هيبقى فيه كام مع برضو هيبقى فيه او ليه لإن ممكن بس يتقفل عشان كده حطلك ايه خدت بالك خدت بالك يعني بص هنا ارجع كده تاني شايف حططلك هتتقفل هيتقفل بالديفرنس طب الاتنين دول ما حطوتين فيهم في الديبت اهي طب التريشل ستوك بار اهو تقفل بالبار والكاش قال بالخمس تاليف طب تعالى نشوف الكست كده اهنا نبص على طريقة الكست هتلاقي الكست ايه بكل المنطقة البساطة اهو بيدخل نفس الايه المبلغ بتاع الكاش وخلاص يبقى بيتسجل بالكست اللي انا صرفتها على ايه على اسهم الخزان اللي انا قعدت شرقها تاني من بره شفت شفت هنا الجمال يقول لك ايه بقى تريشل ستوك قصده كاش بس لا قفل بقى ايه ولا قفل الكلام ده خارج لان ايه لان هو اسجله بالكست لان في حال تسجيل الكست اللي ايه رقم ايه آي لكن دابل اي و تريبل اي بيتكلم على الايه على الحتة ديت على الجرناد انتري ده قدرت بقى تحط كده وانت بتذكر الحتة دي كده قدامك مع ايه مع جنب الحتة دي عشان تقدر تبقى ايه فهمها ايه دي المطلوب منك في تريشل ستوك وتريشل ستوك بيقلل الايه تعال اتكلم بقى على حتة مهمة او اسمها واخلي بالك برضى الديسكولوجيا ده هنا بدأ يتكلم على ايه هيقول لك بقى الافصحات اللي هي اسمها الفوت نوبس اللي بتتحط تبقى عايز انتو معي سمعيني كويس حضرتك يا دكتور حتة مهمة او فيقول لك الديسكولوجيا اكتب كده عليها انا لو مستثمر فيه ايه هي محمد اه ايه زي ايه عندك حاجة في ديت سيكورتي ايوة ان هو محفوظة الابراء المليونة ايوة بالزبط فيبقى هنا يقول لك الانفاسمت سيكورتي لازم تتكلم عنها هتقولي بقى تاريخ الاستحقاق طبعا تاريخ الاستحقاق ايوة ما انت تاريخ الاستحقاق لما تتكلم عليه او ان انت عايز تخلي ليش تاريت الكلام ده هتوضحه في الاضحاق مش هينفع ان انت تحط رقم يا جماعة المشكلة ايه ان القوام المالية عبارة عن ارقام يبقى الناس او لما ييجي عايز يشوف لازم يقرأ بقى عايز يفسر تفسير الارقام دي ايه بقى تحطها في الاي حاجة خاصة الماتيورتي اهو بص تتكلم على ايه طريق الاستحقاق بالنسبة للبونت مدية باوضة عايز بقى يشوف بقى هتحط هنا سيريال ها ولا هتديهم بقى في اخر المدة الميت الف انت لو سيريال يبقى انت هبتقسمها يبقى تقسمها ازاي عايز يشوف حزبتها ان هتحطها في خلي بالك الدعاو القضائية الشركة مرفوعة عليها قضية احتمال القضية ديات ان الشركة تدفع مبلغ في المستقبل يبقى المفروض ان انت توضح لي تقول لي كده الشركة مفروعة عليها قضية في احتمال ان احنا ندفع فلوس يبقى ده اسمه significant uncertainties يعني بقى غير واضحة لان هي ممكن تحصل او ممكن ما تحصلش details of capital stock اهو لو انت ايه لو انت اصدرت اسهم تقول لي بقى عادل اسهم اللي انت اصدرتها واصدرتها طبع ايه وحطتها في primary market ولا في secondary market اللي هو السوق الاولي ولا السوق الثانوي للcapital stock يبقى لازم تقول لي disclosure عنهم دول اهم حاجات دول برضو مهمين قوي خلي بالك limitation بتاع البالانس شيت من اهم شايف شايف بص انا بركز كده على حاجات معينة اللي هو ايه single point in time يعني ايه الميتشن الاول عيوب زي ما اتكلمنا فوق خالص خالص اطلع فوق خالص كده في الكتاب يقول لك ايه advantage of financial assessment او الobjective قلنا البالانس شيت جميلة جدا بتبين للسيولة وبتبين للالتزام light balance لكن لما اجا تكلم عن عيوب بقى البالانس شيت تقول لي اه عيوبها بقى تعال اه بقى العيوب اول حاجة ان هي بتسجل بالhistorical cost طيب تاني حاجة ان هي بتسجل بالsingle point in time يعني ايه single point in time هي snap shot لقطة لقطة ازاي ان انت رقم الكاش اللي حصل عندك او المحطوط او الاقام ال inventory اللي ما تسجل عندك ده بيبين للرقم بس في خلال اليوم واحدة تاتين اتناشر لكن ممكن حصل بعد منه حاجات بس انت لما تيجي تبص على الميزانية يقول لك افتح كده الميزانية بتلاقي الميزانية الله ده رقم ثابت كاش بمتين الف طب اكيد حصل vary 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 يعني اختلاف يبقى اختلاف على ايه يبقى بعد او قبل بس نلتكت الجرد خلاص با احنا اقولنا احنا جردنا ال inventory فحطينا اللي بقى ايه التاريخ على طول ايه جردنا ال inventory مسلا اا يعني انت محمد بتحصل عندك جرد صح؟ لما بتيجي تجري صحيح بتعمل ايه احكينا مثلا بتعمل ايه بتلاقي ايه اه قولي كده بيكون فيه اا رصيد في ال دفتري بيكون فيه رصيد فعلي ايوه بيكون فيه variation بينهم بنعملوا settlement بشكل معين ازاي بتعملوا settlement بتعملوا ازاي settlement بنشوف هل هو حد مسؤول عن لو مثلا الفعلي اقل من الدفتري يعني بيحصلوا كارين داوت بشكل معين يعني ايوه حسب ال policy عندنا ام هو يعتبر snap shot صح او كمل بالزبط snap shot يعني في لحظة 31-12 بالزبط هي دية اللحظة اه يعني بعدها بساعة ممكن يحصل مثلا تغيير نشتري شحنة جديدة او مثلا يحصل مثلا بيع جديدة فالوضع يختلف بعدها بدقائق ايوه يبقى هو مش automatic مش automatic يبقى هو snap shot او single point in time دا من مايوب طبعا وكمان من عيوبه historical cost historical cost اللي هي ايه ان انا لما انا حبيت مثلا اشتريت من الفين وعشرة ما كانة كانت بمية الف طبعا بيحصلها اهلاك ومجمع اهلاك طب كمتها الدفترية النهاردة كان اجا بص الاقي تلاتين الف طب هي قمتها في السوق افدأ بقى بص بص انت قولت ايه قمتها في السوق انزل بقى وروح لف وروح بص وعرض اسعار عشان تقدر تعرف الفير فاليو عشان تقدر تبيع يبقى معنى كده ان في اختلاف حصل بين والفير فاليو يبقى بش دي برضو من عيوبها ان هي تعبتني عشان ابيع المكنة ديت في الاخر طب هي متسجلة اصلا بالهيستوريكال تكريفة تاريخية يبقى دا عب من عيوبها مش بتسجل بالفير فاليو فعلى طول تبقى جاي دا النهاردة كان بخمسة وثلاثين الف يبقى انا حبيع بخمسة وثلاثين لا لازم تتعبك يبقى انت هنا فيه حصل عملية ايه بقى ايه بقى ها نو تقدرات تقدرات تعبت ان انا اقدر اعمل التوقعات اللي عندي الانفنتوري طريقة الاستخدام الانفنتوري عايز اشوف بقى استخدم الفايف والاويتد افردج الفاليواشن اه البالانس شيت ساعات بتنسى حاجات كتير جدا وممكن اه طبعا ما بتبايل للمباعات مثلا يعني السيلس فاكيد البالانس شيت بتنسى حاجات ما بتتسجلش فيها بط هاز او هاف فاينينشال فاليو لها قيمة مالية بتأثر على الشركة في المستقبل يعني اما اجا اقول لك مثلا احنا مقجرين المصنع دا او مقجرين المبنى دا مدة خمس سنوات في العقد ما الخمس سنوات كلهم بش هيبانوا انت كل ما تيجي تدفع هتبين بس طب الباقي يا عام اللي اربع سنين يقول لك لا معلش بش هتبان معانا دلوقت اكتبها له في الديسكولوجر وخلاص يبقى انا هي معنى كده عملت ايه بلانس شيت ييجي بعدك ايقول لك اوف بلانس شيت شايف اوف بلانس شيت حتة جميلة جدا وسهلة جدا ايه هي الوف بلانس شيت وليه سموها بالفايننسينج التمويل مناخر كده اي شركة بتبقى حبة ان هي تزين القوائم المالية بتاعتها يعني ايه تزين القوائم المالية عايزة تبين القوائم المالية في احسن صورة لها عايزة تبين القوائم المالية ان هي معليهاش ديون كتير ازاي يعني ازاي تزين القوائم المالية ان هي ما بقاش عليها ديون طب هي عايزة تخفي الديون عايزة تقلل الديون تعمل ايه أولهم الفينينشتين الحاجات اللي ما بتتسجلش في البالانس شيت وما ينفعش إن هي تتسجل في البالانس شيت بس الحاجات دي لها تأثير في المستقبل على البالانس شيت الله عالتعريف يعني معنى كده أن انت ممكن تكتب لي إيه في هي الأست تكتب كده التعريف ده هي الأست والليباليتيز أو مثلا هي بش مسموح لك إن انت تسجلها في البالانس شيت بس هتأثر عليك في المستقبل زي إيه لما تكلمنا دلوقتي على الإيه على الإيجار بتاع المبنى إنت لما أجرت أجرت المبنى لمدة خمس سنين طب ما فيه أربع سنين تدخلت بس إيه سنة واحدة زي ما احنا تكلمنا عنيها طفين اللي أربع سنين الباقيين يقولك ما بيتذكرش في البالانس شيت بس هما إيه بس هما عليك وحتسجلهم وحتسددهم في المستقبل في اللاربع سنين الجايين يبقى ده يعتبر إيه يعتبر بيأثر عليك عشان كده قالك هو not recorded on the balance sheet ليه because it's not strictly dead يعني إيه بص قالك less exposure يبقى إيه أقل تعرض للليباليتي الشركة عايزة دايما تبقى أقل تعرض للليباليتي زين اللي موجود فعليا what really exists عشان تزين القاومة المالية عشان المستثمرين يبقى حيجي يقولك بقى الأوبريت انجليز أول حاجة من ضمن أهم حاجة الأوبريت انجليز اللي هو إيه تكلمنا عليه لأنك نفس الموضوع خمس سنين طب الخمس سنين انت عايز تأجر انت مش هتشيل الأصل بس إيه مكان مثلا عشان تقدر تدخل بمشروع انت شركة مأولاد طب عايز تجيب المكان ما عندكش مكان تروح تأجر مكان طب المكان اللي انت حتأجره طب ما هيقعد عندك ما يحصل له إهلاك بس انت إيه بش مسجل ان انت عندك الأصل يعني بش ماء يعني الأسد هنا بتاعتك ما تأثرتش لأن الأسد هتفضل متسجلة فين عند المؤجر عند صاحب صاحب المعدات اللي انت أجرت من عنده لكن الشركة عندك هتطلع بس رأنت طب ما دا يعتبر تمويل ويعتبر إيه إزاي بقى لأن انت مسجل عندك مش مسجل عندك أصل بس انت بتستخدم المعدات دي كأن الأصل عندك بس انت ما عندكش الايه اللايباليتي ما انت لو عندك طبعا ما انت خلي بالك بقى ما انت عشان تشتري أصل هتسجل الالتزام يبقى الالتزام اللي انت مدايم به للشركة بتاعت المعدات مسلا جبت مسلا الحفارة الحفارة ديت بخمسمائة ألف أو بمئة ألف طبعا انت هتسجلها الالتزام عليك عشان تدل تسدد منها كل شهر أو كل سنة بس انت